أعزائي المتابعين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ورحبكم في هذه الحصة التي سنقصصها لتصحيح عناصر الفرد الكتابي الأول نموذج ثاني الخاص بمادتي التاريخ والجغرافيا السنة الثانية باكالورية الدورة الثانية برسم موسم الدراسي 2022-2023 بحول الله إذن نبدأ مع الوضعي الاختباري الأولى المتعلقة بالجغرافيا من خلال الشغال بالوثائق الوثيقة الأولى عبارة عن جدول موضوعه القوى الاقتصادية الكبرى في العالم حسب ناتجها الداخلي الخام سنة 2022 بمليار دولار إذن يتعلق الأمر بالولايات المتحدة الصين، اليابان، ألمانيا، المملكة المتحدة الهند وفرنسا بالنسبة للوثيقة الثانية فهي عبارة عن نص جغرافي مضمونه يعتمد تنظيم الاقتصاد الياباني على اقتصاد السوق الليبرالي أي الرأسمالية لكنه يتسيم بتدخل نشيط للدولة في الحياة الاقتصادية وخصوصا في النشاط الصناعي وقد بلغ عدد سكان اليابان 127 مليون نسمة سنة 2014 تشكل في النشيطة القادرة على العمل 68% وتتجلى قوة العنصر البشر الياباني في مستوى التعليم المرتفع إذ أن 99% من اليابانيين متعلمون ومجهزون بمختلف وسائل اتصال الحديثة كالانترنت والهواتف النقالة وغيرها إضافة إلى اهتمام الدولة بالتكوين العلمي والبحث العلمي فهي تنفق لهذا الغارة 3.4% من نتجها الخام الإجمالي كما يتميز اليابانيون بتقديسهم العمل فالعامل الياباني الواحد ينتج ما ينتجه 12 عاملا في فرنسا و6 عمال في الولايات المتحدة الأمريكية الوثيقة الثالثة أيضا نص جغرافي موضوعه رغم ما حققت اليابان من تقدم في الميدان الاقتصادي فإنها ما تزال تعاني من عدة مشاكل أهمها التبعية الطاقية للخارج بحكم أنها تفتقر النفط والغاز الطبيعي إذ أن اليابان تفتقر إلى موارد طاقية كالنفط والغاز الطبيع والفحم الحجري وهي مضطرة لاستيرادها من الخارج إضافة إلى قلة المعادن الحديدية وغير الحديدية فاليابان لا ينتج إلا كميات ضئيلة جدا منها مما يجعله يستوردها من الخارج فهو يستورد 90% من الحديد و100% من البوكسيت وكذلك عدم التوازن الإقليمي في الميدان الصناعي فهناك مناطق جد متطورة صناعيا كما هو الحال في جنوب شرق هونشو في حين هناك مناطق أخرى أقل تصنيعا كما في شمال هونشو وجزيرة هوكايدو إذن بعدما تعرفنا عن الوثائق الثلاثة وقرناهم إذن المطلوب منا هو أننا نجيب عن الأسئلة الأهتية في السؤال الأول أن نحويل معطيات الوثيقة الأولى الخاصة بالنتج الداخل الخام إلى مبيان مناسب إذن بعدما تعرفنا عن المعطيات الإحصائية فطبعا هنا الظاهرة هي تابتة مرتبطة بسنة 2022 وهي قيمة النتج الداخل الخام في سبع دول وهي الولايات المتحدة سيليابان ألمانيا المملكة المتحدة وهيند وفرنسا فالمبيان المناسب هو المبيان بالأعمدة والأشريطة من بعد نختار المقياس المناسب إذن أكبر قيمة هي للولايات المتحدة 25346 مليار دولار إذن نقسمه على عشرة إذن الخارج هو 2534.6 إذن نأخذ هذا الرقم إما بتفريط 2005 أو بإفراط يعني 3000 بمعنى كل واحد سنتيمتر يساوي 3000 مليار دولار أو 2500 مليار دولار طبعا هنا لا تعنينا الرتبة لأن المهم هو تمثيل معطيين معطانا وعلي هو أسماء القوى الاقتصادية ومعطى كمية قيمة النتج الداخل الخام من بعد لابد أن نهتم بالدقة في الإنجاز بعد اختيار المقياس المناسب طبعا العناصر دي الميبيان هي كالآتي دا العنوان دائما يكون في الأعلى المتغيرات بالنسبة للمحور العمودي يمثل قيمة النتج الداخل الخام وبالنسبة للمحور الأفوقي القوى الاقتصادية ثم الإطار وكنكتب أسماء هذه القوى يعني في الأسفل ثم المصدر نمر بعد ذلك إلى السؤال الثاني إذن السؤال الثاني يتعلق بالمقارنة إذن المطلوب هو أن نقارن ناتج الداخل الخام من الولايات المتحدة مع اليابان انطلاقا من الوثيقة الأولى والميبيان المنجز يعني إلى رجال الميبيان المنجز يتضح الفرق الكبير الموجود بين الولايات المتحدة واليابان إذن قيمة النتج الداخل الخام في الولايات المتحدة أكبر أو أعلى من قيمة النتج الداخل الخام لليابان وكان رجع طبعا للدول حتى تتبت من الأرقام إذن قيمة النتج الداخل في الولايات المتحدة تتجاوز 25 ألف مليار دولار في حين أنها لا تتجاوز في اليابان يعني 5 ألف مليار دولار وبالتالي في الولايات المتحدة كتحت المرتبة الأولى في الاقتصاد العالمي وليابان المرتبة الثالثة فالمقاررة نلاحظ كما قلنا أن الولايات المتحدة تأتي في صدارة الاقتصاد العالمي بينما اليابان تحت المرتبة الثالثة وفق إحصائات 2022 السؤال الثالث يتعلق باستثمار مضمون الوثيقتين الثانية والثالثة كما يلي أليف من الوثيقة الثانية العوامل التنظيمية المفسرة لقوات الاقتصاد الياباني وباء من الوثيقة الثالثة المشاكل التي تواجه الاقتصاد الياباني طبعا هنا العوامل تقدر تكون عوامل بشكل عام طبيعية بشرية تقنية وتنظيمية ولكن هنا المطلوب هو استخراج العوامل التنظيمية فقط ثم بعد ذلك المشاكل التي تصطدم بها اليابان على المستوى الاقتصاد إذن لنرجع للوثيقة الثانية من بين العوامل التنظيمية لمفسرة القوات الاقتصاد الياباني هو نهجه لاقتصاد السوق الليبرالي أيضا تدخل الدولة بشكل نشيط في الحياة الاقتصادية خاصة في النشاط الصناعي لتشجيعه ثم أيضا يمكن هنا أن نشير إلى أهمية التكوين العلمي والبحث العلمي خاصة هنا الإنفاق على البحث العلمي بالنسبة للمشاكل التي تواجه الاقتصاد الياباني فهي واضحة في الوثيقة الثالثة منها التبعية الطاقية الخارج وأيضا التبعية على مستوى المعادن الحديدية وغير الحديدية ثم مشكلة عدم التوازن الإقليمي في الميدان الصناعي إذن هناك مناطق متطورة صناعيا ومناطق أخرى أقل تصنيعا إذن الجواب سيكون بهذه الكيفية أو ما يفيدها إذن من العوام التنظيمية المفسرة لقوات الاقتصاد الياباني الاعتماد على نموذج السوق الليبرالي أو الرأس ماليا تدخل الدولة لتوجيه الاقتصاد خاصة في النشاط الصناعي ثم اهتمام الدولة بالتكوين والبحث العلميين بالنسبة للمشاكل الاقتصادية التي تواجه اليابان هناك التبعية الطاقية ثم استراد معظم حاجيتها المعدينة من الخارج واختلال التوازن الإقليمي في الميدان الصناعي السؤال الأخير يتعلق بإنتاج فقرة اعتمادا على رسيدنا المعرفين وبريز فيها مشاكل هذه المرة مشاكل الصناعة الأمريكية مع الربط بين الأفكار إذن دائما الفقرة تكون مقتضبة مكتفة المعنى إذن فمن بين أهم المشاكل التي تصداد بها الصناعة الأمريكية التلوث الصناعي منطقة الشمال الشرقي أو ما يصطلح عليه بالحزام القديم ثم أزمت بعض فروح الصناعة كالصلب والناسيج المنافسة الخارجية خاصة من طرف الصين والقوى الصناعية الجديدة ككوريا الجنوبية ثم هجرت بعض الصناعة الأمريكية إلى الخارج لعادة التوطين خاصة في المكسيك وأيضا دول جنوب شرق أسيا لأن ننتقل إلى الوضعية الثانية التي هي تحرير الموضوع المقالي في التاريخ إذن نص الموضوع أدت أسباب عديدة ومختلفة إلى انهيار المعسكر الشراكي بزعامة الاتحاد السوفيتي طبعا بعد نهاية الحرب الباردة إذن المطلوب هو أن نحرير مقالا من مقدمة طرح الإشكال على التحليل وخاتبة نبرز فيه في الفقرة الأولى مظاهر انهيار المعسكر الشراكي وفي الفقرة الثانية أسباب انهيار الاتحاد السوفيتي مع ضرورة طبعا الرابط بين الأفكار وانتقاء المعطيات والمعلومات المناسبة وتنظيم ورقات التحليل إذن نص الموضوع ما يفيد هذه الصغيرة إذن شكل انهيار المعسكر الشراكي وتفكك الاتحاد السوفيتي مؤشرا أو إذانا على نهاية الحرب الباردة ودخول العالم مرحلات القطبية الواحدة وأيضا النظام العالمي الجديد من بعد كنت رحول الإشكال في صيغتين إذن ما هي مظاهر انهيار المعسكر الشراكي والسؤال الثاني أسباب انهيار الاتحاد السوفيتي إذن ضمن الفقرة الأولى كنت جاوب على السؤال الأول إذن فمظاهر انهيار المعسكر الشراكي تمثلت في سقوط جدار بلين إعادة توحيد ألمانيا ثم انهيار النظام الشيوعي في دول كتلة شرقية وأيضا نشير إلى تحول هذه الدول كبولونيا، تشيكوسلوفاكيا وألمانيا الشرقية ورومانيا وغيرها إلى النظام الديمقراطي واقتصاد السوق الرأسماعلي أيضا ضمن بعد هذه الدول إلى حلف شمال الأطلسي بعدما كانت في حلف وارسو أو فيرسوفيا ثم أيضا تفكك الاتحاد السوفيتي إلى 15 جمهورية مستقلة وتكوين بعضها لرابطة دول مستقلة وبالتالي عوضت روسيا الفيدرالية الاتحاد السوفيتي سابقا في مجلس الأمن وبالتالي أصبحت روسيا تتمتع بحق الفيتو بالنسبة لأسباب انهيار الاتحاد السوفيتي فيمكن أن نجيزها في انخراطه في السبق نحو التسلح وبالتالي هذا الأمر استنزف مواردة والمالية وبالتالي تراجعت قوته الاقتصادية كذلك كذلك كانت هناك مشاكل اقتصادية تقلص نفوذه السياسية يعني عدم قدرته على يعني التدخل في مناطق متفرقة من العالم بهدف الاستقطاب ثم تلاشي قوته العسكرية بعد انهيار حي الفورسو وأيضا يعني انسحاب من أفغانستان أواخر الثمانينة أيضا نشير إلى حركة أو فشل حركة تغيير الإصلاح التي قادها الرئيس السوفيتي الأسبق ميخايل غورباتشوف التي سمها بالغلاسنوس والبيرسترويكا الغلاسنوس يعني الشفافي والبيرسترويكا يعادة يعني البناء طبعا استهدفت هذه السياسة إصلاح البناء الاقتصادية المتهالكة للاتحاد السوفيتي والتحول من يعني سياسة اقتصادية تقوم على التوجيه وتخطيط إلى أعطاء يعني الأسبقية ودور أكبر للقطاع الخاص ثم أيضا محاولة أو يعني أو فشل محاولة إقرار الشفافية في تسير وكذلك الحكم داخل الاتحاد السوفيتي الذي غلب عليه الطابع البيروقراطي إذن كخاتبة دخل العالم بعد نهاية الحرب الباردة مرحلة جديدة تميزت بالهيمنة الأمريكية بمعنى هيمنة القطبية الوحدة على العلاقات الدولية في إطار النظام العالمي الجديد لذلك يمكن أن نطرح السؤال على سبيل الختم ما هي مظاهر النظام العالمي الجديد إذن ختاما أعزائي أشكركم على حسن تتبعكم وانتباعكم وأنتمنى أن تكون هذه الحصة حصة مفيدة ومتع في الآن نفسها ونوفقها في تبليغ مضامنة وعناصرها الأساسية طبعا إذا كانت لديكم دائما أي تأسئلة أو استفسارة يمكن لكم أن تتركها لي في التعليقات حتى أطلع عليها وأجيب عنها في حين بحول الله وألقاكم في حصة قادمة بمشيئة الرحمن ومع موضوع آخر فإلى ذلكم الحين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته